شفت الانترو او المقدمة اللي جات في اول الفيديو تعالى عرفك ازاي تدر تعمل المقدمة زي دي وغيرها كتير جدا حرفيا بضغطة زرار واحدة على برنامج في المرة على الكمبيوتر فهلا بيديو اول ما تفتح برنامج واندر شيف في المرة 13 هتلاقي ان عندك حاجة اسمها انفلوينس كيت ودي هتلاقي فيها اتنين تقدر تعمل بها انترو او لوجو عندك اللي هي البابولور اي كاتشن مش عارف هي وكلام من ده وعندك تاعت اللوجو ريفيل وديتها اللي انا بحب استخدمها جدا لانها بتديك كزا كزا خاصية وكزا حاجة تصنع بها الانترو بتاعتك وعندك طريقة تانية وهي في التمبلتس وفي التمبلتس تيجي عند اللوجو ريفيل وهتلاقينا يعني تمبلتس جاهزة مجرد بس تبدل اللوجو وهيبقى شغل معك زي الفل لكن خاليه نركز دلوقتي عند لانفلوينس كيت اعمل start creating هيجاب لك بالشكل ده كزا هذا التمبلتس تقدر تعملها عندك زي دي اللي هو شكلها جامد جدا الصراحة عندك اللي هي بتاعه tried freeze عندك fly in عندك swept and where saycool glitch وكلام من ده تقدر تحملهم وبس انا عنافسي بحب الجليتش بحب دي وبحب دي دي تشكلها لطيف جدا بس بس عادي جدا احسن واحدة في الجزئية دي بعدك هتعمل ويقول لك دي في الصورة بتاعتك ويعمل الكتابة بتاعتك انا هكتب الاول الكتابة بتاعتي اللوجو بتاعنا اول ما تختار اللوجو بتاعك هيبقى بالشكل ده اعمل بعد كده ممكن اصلا تشيل الكتابة دي كلها اعمل بعد كده فنش هيعود لك شوية ويقول جاب لك بالشكل ده يعني تقدر تعمل وتعدل عليها زي ما انت عايز مجبب تعمل هيفتح لك او انك عند كلمة مرة واحدة هيفتح لك برضو تقدر تغير بقى فيها زي ما انت عايز الطريقة بقى انا بحبها اكتر في صناعة الانترو وهي عند عند في هنا كزا جامدين جدا ولكن اللي انا بحب استخدمهم هو دوت شكله جامد جدا نسحبه هنا وتحطه هيقول لك عايز يعني ابعاد اه بخليها عشان نبقى شغالها تلاتين فريم اصلا اعمل وبعد كده هقوم اختار اللوجو انا عندي اللوجو ابيض واسود فانا اختار مسلا الاسود احطه هنا وبس كده فهيبقى ده الشكل بتاعي الانترو بس كده والكتابة دي ممكن تغيرها عادي جدا لو انت باعي استعدل عليه بالتفصيل اعمل اكسباند تيمبلت بدل سيف اكسباند تيمبلت هيف فرقهم لك كده يخليهم لك ليرز فوق بعض كلمة مودر نهاية دي هتلابت تظهر في النص هنا تقدر تمسحها خالص تخفيها مسلا تمسحها مش من هنا ولكن من جوه الكتابة اللي ديت اصلا طايتل فدعنا عند قيمة هنا بعد كده كلمة وتقدر تغير كلمة دي وتكتب اي حاجة تانية انت عايزها وبعد عندك انترو شكلها حلو فوقك من الانترو دي مش ديت اكتر واحدة انا بحبها اكتر واحدة انا بحبها هي المنمال لوجو رقم واحد وانا بصراحة بحب المنمال لوجو رقم واحد ونخطها كده اعمل اعمل واختار مسلا الانه اسود في رقم اتنين ورقم تلاتة وبس واعمل بعد كده سيف ممكن تغير الاسمية وان كنت اعمل اي حاجة انت عايزها نشغل بقى وبس بتبقى معك بالشكل ده اعمل كليكتور بليس ماتيريال عشان تغير الكتابة بقى واعمل اكسباند تيمبلت فهتبقى عندك الكل الحاجة موجودة هنا تعال عند التيمبلت اللي هي دي وغير الاسم فهنخليه اتش دي او تمسحها اصلا يعني امسحتها عادي تشلها خالص ويفضل اللوجو الوحده وانا شايف ان اللوجو الوحده احلى الصراحة ما تنساش تحمل برناتك في المرة من الرابط اللي في صندوق الوصف اعمل لايك بالمرة على الفيديو وانت تحت واشترك في القناة وعمل شير لكل اصحابك اشوفكم الفيديو جاي سلام